يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيري الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فإن من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد سنة ثلاث للهجرة عندما قررت قريش أن تغزو المدينة المنورة وأن ترد الصاع صاعين وأن تنتقم لبدر سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار الصحابة الكرام وقرر أن تكون المعركة خارج المدينة فجعل جبل أحد خلفه وجبل الرومات على يساره ثم نظم الصفوف وقسم الجيش إلى ثلاث كتائب وقال للرومات على الجبل إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم ثم بدأت المعركة وكانت الكفة راجحة في البداية لصالح المسلمين إلى أن حدثت الفاجعة وهي مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من معظم رمات الجبل فكان عبد الله بن جبير رضي الله عنه هو أمير الرماه كان يقول لهم أذكروا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتخلفوا فكانوا يقولون لقد انتصرنا وإن الغنائم في أرض المعركة فلا بد أن نذهب ونأخذها قال سبحانه عن هذه الحادثة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أيها الأحبة إن للمعصية وللمخالفة أثر في الهزيمة بعض الناس يظن أن صغائر الأمور وصغائر المعاصي لا تضر في الهزيمة فهذا أمر وفهم خاطئ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض رمات عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوسهم الموت فهزموا ونحن نعصي رسول الله في اليوم والليل عشرات المرات ثم نسأل بعد ذلك لماذا تأخر النصر فاحذروا أيها الأحبة وراقبوا أعمالكم وراقبوا أفعالكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ذكر مشهدا من أروع المشاهد شاب نشأ في بيئة غنية في بيئة مترفة كان عطره مميز ولباسه أنيق إذا مر في أزقة مكة كان الناس يعرفون أن مصعب بن عمير قد مر في هذا الزقاق هذا الرجل وهذا الشاب ترك كل شيء وذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة داعيا إلى الله سبحانه وتعالى مر عليه رسول الله يوم أحد فوجده بين القتلى فتلى قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم قال أشهد الله أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رد عليه السلام يقول خباب بن الأرد رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله ونحن نبتغي الأجر فوقع أجرنا على الله إلا مصعب بن عمير مصعب بن عمير ذاك الذي لم يأخذ من الأجر من أجره في الدنيا شيء أتيناه يوم أحد لم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدى رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وضعوا على رجليه الإذخر كم نحن اليوم بحاجة لأمثال مصعب شباب الجيل للإسلام عودوا فأنتم مجده وبكم يسودوا وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاه الجديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عبادي فأجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي قوله نور وبركاته موسيقى لنسى بي